أعلن رئيس روسي فلاديمير بوتين وعقيلته لدمل انفصالهما بعد زواج دام ثلاثة عقود الطرفان برر القرار بانشغال بوتين بوظيفته كل عمل وحياة تجري أمام الناس البعض يعجبه هذا النوع من الحياة والبعض الآخر لا يعجبه ولكن هناك أناس لا يستطيعون قبول هذا الشيء إطلاقا لقد كان قرارا مشتركا زواجنا انتهى نحن نكاد لا نرى بعضنا فلاديمير مجغول تماما بعمله كما أن ابنتينا نضجتها ولكل واحدة حياتها الخاصة ويأتي قرار الطلاق ليضع حدا للتكهنات والشائعات حول العلاقة بينهما فنادرا ما كانت تظهر لدمل في الحياة العامة للرئيس الروسي يذكر أن بوتين ولدمل قد تزوج عام 1983 وأنجب ابنتيهما ماريا ويكاترينا في منتصف الثمانينيات وأنجب ابنتيهون مجغول شكرا